تصريحات كانت مهمة جداً للكابتن أسامة نبيه بعد نهاية هذه المباراة أنا بشكر ربنا على الفوز وكان فوز مهم جداً نادي الزمالك بيعاني من فترة صعبة للغاية والحمد لله ربنا كرمني لعبي الزمالك كانوا رجالة كان فيه أخطاء طبعاً مش هنكر ده لكن الجميع كان على قلب برجل واحد ركزنا واشتغلنا في الشوت الثاني وقدرنا نرجع واتكلمت مع اللاعبين قبل المباراة وقلت لهم الدوري يبدأ من مباراة فيوتشر دي كان من تصريحات كابتن أسامة نبيه قال كمان أن أنا قمت بتغيير خمس لعبين في التشكيل الأساسي الميزة أن لعبي الزمالك كبار ولديهم خبرات لذلك قدروا يرجعوا للمباراة اتكلم شوية عن يوسف أوباما وقال يوسف أوباما أنا أهلكته وتعبته اليوم وحركته في كذا مركز وما أثرش بأمانة أنا راضي عن أدائه ونفذ كل المطلوب منه وعندي ثقة في لعبي الزمالك وحمزة المسلوسي أولا تكلم عن حمزة المسلوسي وقال أن حمزة المسلوسي لعب كبير ولازم يستعيد الثقة من جديد وفي الحقيقة مش حمزة بس اللي محتاج يترجع له الثقة قال إن فيه أكتر من لعب افتقد الثقة في الفترة الأخيرة عشب بن شرقي لعب كبير ممكن أنا أكون غيرت مركزه أكتر من مرة في المباراة في البداية جناح ثم صانع علعبه وبعدين جناح مرة أخرى وده السبب أني أسيبه حتى نهاية المباراة وساعدنا في تسجيل الهدف الثالث والزمالك ما زال لديها أمل في بطولة أفريقيا ولا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم ومكسب اليوم على فريق كبير مثل فيوتشر يساعد اللاعبين على العودة للطريق الصحيح طيب أنا هاخد من كلامه عن أشرف بن شاري أشرف بن شاري شارك في الهدف الثالث اللي سجله الزمالك مع نهاية المباراة في ديها الخمسة من الوقت المحتسب بدلا من الضعب بس أشرف بن شاري مش عارف يرجع ومش عارف يرجع لمستوى وبعيد بس هفضل أقول وكرر أشرف بن شاري في نص مستوى مهم في تشكيلة الزمالك الأساسية تخيل في نص مستوى مهم في تشكيلة الزمالك الأساسية هو الواحد زعلان بس إن أشرف ما بيديش الماكسيمم بتاع المستوى ما بيديش أقصى حاجة للمستوى بتاعه ما بيوصلش للرقم عشرة هو بيلعب في الحتة بتاعت خمسة وستة من عشرة ما بيوصلش للرقم تسعة أو رقم عشرة اللي بيعرف يوصل لهم بعيد أشرف أنا آخر مباراة قلت إن أشرف بن شاري كان فيها أفضل لعب كان دائما كده إيه تقول أشرف بن شاري أفضل لعب في الزمالك في هذه المباراة أشرف بن شاري أعمل أحسن أداء أشرف بن شاري كان هو نجم المباراة بقى لك كم مباراة ما بتقولش إن أشرف بن شاري كان نجم المباراة بس يبقى أشرف بن شاري ورقة مهمة حتى في نصف مستوى هو ورقة مهمة جدا في تشكيلة الزمالك عنده حلول خبراته كبيرة مهاراته عالية بيعمل قلق لأي بكات من ناحية اليمين في المنافس وبالتالي هو لاعب مهم ومهم جدا